صباح الخير مشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الحدث هل سيؤمن الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري الغطاء المسيحي لتعيين حاكم مصرف لبنان جديد من بكركي خصوصا وأن القوى المسيحية الحزبية ترفض هذا التعيين قد يكون هذا هو العنوان من هلأ حتى آخر تموز طبعا تزامنا مع العنوان الرئاسي الذي يبدو الأسبوع المقبل في تحرك بهذا الملف على صعيد الموفد الفرنسي جون إيب لودريان الذي سيناقش هذا الملف مع قوى اللجنة الخماسية اليوم ضيفي أهلا وسهلا فيك النائب غسان حصباني عضو كتلة الجمهورية الأقوية صباح الخير صباح نور أهلا وسهلا أنتم كنتم مش من زمان من يومين وفد نيابي رحتوا على ألمانيا هذه الزيارة هي من ضمن جولة عم تقوموا فيها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا بنا نبلش من هون قبل ما ننتقل طبعا لا إشكالية حاكم مصر بناني وشو موقف القوات البنانية من هذا الموضوع وصولا إلى الملف الرئاسي شو عملتوا بألمانيا؟ يعني هذه جولة عم أقوم فيها بعض النواب من المعارضة وببعض الأحيان عم يكون فيه نواب من خارج المعارضة أيضا لما يكون فيه بحث بأمور العلاقة بصندوق النقد وموضوع صندوق النقد هذه حركة عم يقوموا فيها النواب طبعا ليست يعني إذا بدك حركة رسمية من ناحية أنك وفد مكلف المجلس النواب أن يكون هناك لكن حركة لكسر الجمود أو محاولة كسر الجمود للتواصل مع عواصم القرار الداعم للبنان وخاصة أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد تحديدا لحتى نشوف تحديدا شو ممكن يصير بموضوع التعافي وما هي المداخل للتعافي وما هي الأطر الفعلية اللي لازم تتطبع لأنه شفنا كتير من عشرين سنة لليوم مؤتمرات مبادرات دعم للبنان كان ديما فيها شروط للإصلاحات لكن ورا مرة فعلا نترجم شروط الإصلاحات لإصلاحات فعلية لحتى نتفادي هالموضوع ونعبي هالفراغ اللي قائم ونستفيد من الفراغ اللي قائم لنعرف بالضبط وين ممكن نروح هم تكون هالجولات هاي مبادرة لنقدر يكون التواصل مباشر بين المشرعين لنعرف وجهات النظر ولكمان نعطي وجهات نظر لحتى نوصل لحلول عملية طبعا النقاشات منا فقط محصورة بموضوع صندوق النهض لأنه حتى التعافي صار شغلة مرتبطة بالسياسة ما فينا نعمل تعافي تقني ومالي بدون ما يكون في تعافي سياسي بدءا من الانتخابات الرئاسية بس ليش ألمانيا بالزيد؟ لا بفهم الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بس أقصد أن هناك عواصم هي متصلة مباشرة بالملف اللبناني ألمانيا شكرا؟ لا فعلا ألمانيا متصلة جدا بالملف اللبناني بس مش كتير ظاهرة يعني هي أول شي دولة فعلي بالاتحاد الأوروبي وفعلي بالبرلمان الأوروبي وبتقدر تأثر كتير على القرار الأوروبي كان من ناحية النازحين كان من ناحية القرارات السياسية أو سياسات العامة الأوروبية تجاه لبنان وهي دولة وازنة وكان إلا دور كتير أساسي بالتعافي بالليونان لما صارت أزمة اليونان أيضا داخل الاتحاد الأوروبي طبعا الدور متروك أكتر لفرنسا التي تتعاطب لبنان بسبب العلاقة التاريخية لكن ألمانيا عم تحط أكتر من 450 مليون دولار سنويا بلبنان مباشرة بالمساعدات والدعم الاجتماعي والإنساني وكان عندها طروحات كتير كبيرة إلا علاقة بإصلاح قطاع الكهرباء ومرفق بيروت وغيرها فهي فاعلة بكتير من الأمور الإصلاحية 450 مليون دولار نعم هلأ مش آخر فترة مظبوط هو حتى برامج التربية للنازحين السوريين في برامج تربية صحيح للنازحين السوريين وفي إلهم كمان كما قلنا وقع كتير كبير على البلافات الإصلاحية وقفوا شيء معين لا لا ما في شيء متوقف لبل عم ينظروا هلأ تشوفوا عم يقولوننا وأكدوننا بهذه الزيارة أنه ولو في توجيه موازنات أكتر لأوكرانيا هذه ما بتجيه على حساب الموازنات يعني يحطوها للبنان يعني مش رح يشيلوا من لبنان يعطوا مطرح تاني يعني هلأدي عندهم هلأتزام بمساعدة ودعم لبنان وقلنهم دهر كتير أساسي بالقرار إن كان بالبنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا على مستوى الاتحاد الأوروبي يعني دولة وازنة جدا بالقرار طب وشو كان شو الانطباع العام من هذه الجولات حول صندوق النقد يعني أنه هلأ بعتقد بقولوا أنه الورشة داخلية ما خاصة فيهم يعني عندكم صندوق النقد وعندكم رسات لا فعلا من ناحية صندوق النقد معروف يعني شو هنه المتطلبات الإصلاحية لبرنامج صندوق النقد هنه هاجسون الأكبر حاليا هو المدخل لصندوق النقد والإصلاحات لهو الانتخابات الرئاسية كمان ومقاربة الانتخابات الرئاسية وكيف يمكن أن نحافظ على ديمقراطية لبنان وعلى دستور لبنان لحتى ننطلق منه للاستقرار السياسي للاستقرار الاقتصادي والمالي تب خلي شوي نحكي عن هذا الموضوع عن الانتخابات الرئاسية والأسحاء الرئاسي من بوابة هذه الجولات اليوم لودريان في كلام أنه في هذا الأسبوع سيزور المملكة العربية السعودية وبدو يلتقي وزير الخارجية وكمان قطر يعني عم يعمل جولة على العواصم المعنية بالشأن اللبناني واللي هي عم تعمل مبادرات بين موزدوجان ما بعرف أديها لا حضرتك بتقلي اليوم ما هي المعلومات عن مهمة لودريان الجديدة في ظل كل هذا التناقض بالداخل اللبناني بين أنه هو عم يشجع على حوار داخلي يمكن بجلس النواب يمكن بأسر الصنوبر هذه معلومات معلومات تانية أنه لا بعضه متمسك بسليمان فرنجية يعني هناك حجم يعني تضارب بالبلد حول هذا الاستحقاق والمعلومات حوله بدأ أسمع منك شوفي أنا زرت مع الوفد يعني فرنسا من تقريبا شهر أقل من شهر وزرنا ألمانيا وزرنا يعني فيه كان زيارات لعدد دول أوروبية كان فيه تأكيد من يعني الإدارة والبرلمان الفرنسي وكتير من الجهات الفرنسية أنه فرنسا لا تدعم مرشح معين يمكن بوقتنا وقات فرنسا سألت سؤال هل هذا الاسم مطروح مقبول أو لا ما هي المقاربة المقبولة اليوم بنفس الطريقة فرنسا تسأل الأسئلة واللودريان كان بزيارته الماضية عم يسأل وعم يطرح أفكار هل المقاربة مثلا حوار ما هو إطار الحوار وغيره مش كلما فرنسا سألت سؤال بتصير مبادرة فرنسية خليك شوي لا أعطيكي معلومات أنا مش أعطيكي تحليل عم يقولك من فرنسا من فرنسا بس حتى الفرنسيين اليوم وأن غيروا خطابهم وسمعت منهم هذا الكلام إلا أنه كان قبل عندهم كلام واضح يا أستاذ غسان واترحوا مبادرتهم إسلامان فرنجية ونوف سلام وصقطت هذه المبادرة يعني هني مش بعاد كانوا عن تبني ودعم اسم إسلامان فرنجية لم يكن هناك مبادرة فرنسية لدعم مرشح سليمان فرنجية مطلقة كان فيه هناك مثل ما قلت لك طرح للاستفسار لدرس إمكانية الوصول إلى هذا الموضوع أم لا وهذا كان ضمن إدارة الرئيس ماكرون مباشرة حتى يعني لا مجلس النواب الفرنسي له علاقة وكامل الموضوع والخارجية حتى الفرنسية كانت متبنية أي شيء من هذا القبيل وهذا عملك كلام قيل لألنا بوضوح من مين من الخارجية الفرنسية ببيان علنة من الخارجية الفرنسية ومن النواب الفرنسيين ومن مجلس الشيوخ الفرنسي ما حدا تبنى هالمقاربة بفرنسا ونحن رحنا وسألنا بالمباشر مش إنه سألنا بغير مباشر وما حدا تبنى الحدود اللي وصولها هي إنه كانت طروحات محطوطة على الطاولة تم تلقفها من جهات لبنانية للإيحاء بأنه فرض فرنسي أو ضغط فرنسي باتجاه معين هلأ قد يكون هناك نوع من ترك الموضوع مثل ما هو بدون تفسيره أو توضيحه ممكن وهذه سياسة فرنسية شأن فرنسا لكن حتى اليوم بموضوع الحوار ما في شيء إطار واضح للحوار أو مبادرة طرحت جديا بهذا الموضوع من قبل الفرنسيين قد يكون هناك سؤال طرح من الفرنسيين قد يصل إلى مبادرة ما أقول يمكن ما في مبادرة بس لحد اليوم ما في شيء رسمي طرح من الفرنسيين لا إطار لا مدة زمنية لهذا الحوار ولا أجندة لهذا الحوار ما في شيء يعني إذا بدنا نستبق الموضوع فينا نقول في حال صار في طرح فرنسي لهذا الموضوع أول شيء بده يتوضح شو يعني حوار حوار على شو على اسم رئيس أو مواصفات رئيس أو آلية انتخاب رئيس هذا كله بيصير بمجلس النواب ضمن جلسة مفتوحة وممكن التشاور بين النواب بين بعضهم بكل شيء يحصل داخل هذه الجلسات مثل أي شيء آخر بيصير وبيصير فيه فلتراج لهالأسماء وللمقاربات لكن إذا بده يروح لمكان آخر بطل حوار على رئاسة الجمهورية نقلنا ساعتها من الانتخابات الرئاسية المأخوذة رهينة للوصول إلى شيء آخر خارج هالإطار هذا صار غير موضوع المعلومات تشيري لأنه بدأت فكرة الحوار من لقاء لودريان الأول مع رئيسنا به بري ونبلشت فكرة الحوار عندما طرح لودريان إمكانية أن يحصل حوار يعني كان عم بدأ جس نبض وكان في البعض يرحب بهذه الدعوة والبعض لا يرحب مثلكم هل سمعتم اليوم انتقادات حول عدم تلبيتكم أي شكل من أشكال الحوار حول رئاسة الجمهورية أولا شو يعني حوار برجع بقول يعني ما حدا ندعي لشي واضح دايما كلمة حوار منطاطة حلوة الكلمة كلمة إيجابية يعني وحوار ما حدا بقول لا والله أنا ما بدي أتحاور ما بدي أحكي مع حدا لا مش بهذه الإطار لكن معناتها الفعلي العملي القانوني الدستوري التقني شو هو بعد ما حدا حدده مش معروف عن شو عابين حكى كل اللي عابين حكى اليوم أنه محاولة تنشيل الموضوع من الانتخابات وأنه هو مسؤول عن تطيير النصاب بالجلسات وعن عدم حصول الانتخابات الرئاسية لنضعه بمكان آخر نقول من هو المسؤول عن عدم الرغبة بالحوار أو الرغبة بالحوار حوار عشو حوار ترشاين حوار على انتخاب الرئيس حوار كل كل فريق من يكونوا بيقعد على الطاولة بحط مقاربته حطينها وكل العالم عارفين بدون ما نقعد على الطاولة أصدي قصة ليش الطيار الوطن حر ما بيحكي مع حزب الله بعد التغييرين حتى عم بيحكي مع كل الجهات طيارة عم بيحكي مع حزب الله وكيف لك اليوم عم بيحكي مع حزب الله كيف يعني اليوم نحنا عنا هذه المقاربة يا بتمشوا يا ما بتمشوا معنا أصدق عبر الإعلام يعني المواقف العلانية ما في تواصل بين الطيار الوطن الحر وحزب الله لأنه حلفاء بكثير من الأشياء أكيد في تواصل ما العلاقة بيناته أن كلنا هلأ عم نتابعه علاقة متوترة شيء وتواصل شيء آخر التواصل التوقف عن برافة جبران بيسي ما حدا قال ما في تواصل بالعكس تماما يعني كانت خطوة لإتجاه التواصل هلأ ما في تواصل بين جهات سياسية مختلفة وحركة أمل ما في تواصل بين قوات لبنانية وقوات المعارضة التواصل شيء وطاولة حوار شيء أنه طاولة حوار بيكون هدفها التواصل إلى مقاربة مشتركة هلأ أزبط من أن تتواصل عبر مواقف علانية هذا منه حوار شو بدأت تكون لا معبر مواقف علانية في تواصل عم بيسير بين كتل وكتل مش ضروري كل الكتل عم تحكي مع كل الكتل ولكن في كتل تقدر تحكي معهون وتقدر تحكي معهون وعم تجرب تلعب كل هالأدوار وفي كتير الناس عم بيجربوا يلعبوا أدوار في منهم فاعلي في منهم مش فاعلي حسب بس كلهم عم بيحاول نحن مع قوى المعارضة كلها عم نتواصل وقوى التغييري وعمتواصل مع حالك وعمتواصل لا مش بس مع حال عمتواصل مع حزب التقدم الاشتراكي دايما كمان أنا أصدق أنه التواصل بيصير أنه نتيجته جدية عندما يحصل مع الفريق النقيل لألكم مش بتتواصل مع بعضكم أنتو اللي عندكم مقاربة واحدة في ناس عم تتواصل من هالمجموعات كمان مع الفريق النقيل اخذي هالمبادرات وعم تتحملها مش بالضرورة كل العالم تقعد تحكي أنتو ما تتواصل مع رئيس بعدين إذا صار التواصل لأنه افترد بين القوى السياسية الكبرى كلها مع بعضها شو بيعود في دور القوى السياسية الأخرى بالمجلس النيابي وين الديمقراطية كلها هذه خلينا نكون واضحين كمان بالنقطة التواصل مش مانا نقعد على طاولة ونحكي لأن هذه كمان ما بتوصل لنتيجة وشفناها بالسابق بعد انفجار المرفق شفنا كيف عدنا على الطاولة ونطرحوا الإصلاحات من قبل رئيس ماكرون شخصيا مصر ولا خطوة من هؤلاء الإصلاحات ولا من الحكومات اللي كانت موجودة المتتالية لاتنان الإخرانيات ولا خطوة إصلاحية من الطرح شفنا حوارات صارت قبل يوم في حال أجل الفرنسيوية وطرحوا حوار هل ستلبل قوات الدينية هذا الحوار أقول لك أي حوار يطرحوا كلمة حوار هيك بشكل عام إذا طرحوا حوار في مجلس النواب حول الرئاسي لأنه اليوم أنتوا فيكن تعطلوا نصاب وما توصلوا رئيس والفريق الآخر يستطيع أن يعطل نصاب وما يجي رئيس اليوم نتيجة تقرير لدريان بتقول أنه في استحالة لوصول رئيس جمهورية طالما الفريقين عندهم قدرة لتعطيل النصاب وبالتالي بتكون تحكمها بعد إذا أجل اليوم لدريان وقال أنه تعود تحاول بمجلس النواب للوصول إلى حل القوات لبنانية بتشارك؟ لا هذا الموضوع مش بهذه البساطة نحن بدنا نعرف بالزبط شو المطروح لهذا الحل هل المطروح ينحكي على اسم رئيس الجمهورية على الطاولة لك نقعد كلنا نحط اسم كل واحد ما تشوف من يقبل فيه من يقبل فيه هذا مش حوار هل المطروح أخذ الحوار من الانتخابات الرئاسية لو وضعه بإطار أوسع من الانتخابات الرئاسية بدونها حتى نوصل لنقاش الدستور بس بيصير في نقاشات لنسف الدستور بطريقة عرفية وأعراف جديدة كل من عمل نوع من هالحوار هذا هالأنواع من الحوارات شو بتوصل؟ بتوصل لتدوير زوية وترقيعات لنسف الدستور بطريقة غير دستورية ولكن عرفية تصبح أعراف فيما بعد وتحول مسار البلد إلى الأسوأ ومش إلى الأفضل إذا كان هذه المبادرة أكيد لا نحن ما نقدر نرفض أي شكل ما نقدر نقبل أي شكل من هالأشكال من الحوارات وحتى إذا كانت موضوع رئيس الجمهورية إذا حصا بإسم رئيس الجمهورية هذا بينطرح بنقاشات ثنائية بين الفرقاء اللي بيقدروا يحكم مع بعضهم ويكون بقلب المجلس النيابي بجلسات مفتوحة إذا في مبادرة بيتعاملها فرنسا أو الدول الأخرى هي تقول على لبنان أن يفتح جلساته النيابية بجلسات متتالية وأن ينتخب من يستطيع أن ينتخب يعني يكونوا ضد فكرة التعطيل مع فكرة الديمقراطية والانتخاب بطريقة ديمقراطية طيب بس بدي هون بهذا انتلاقا من الشيء اللي عم تقوله بدي أذكرك بموقف سابق لا القوات اللبنانية وغير قوة ضمن فريقكم المعارضة يلي بوقتها قلتوا أنه أنت عندكم 43 نائب جاهزين يظهروا من أي جلسة في حال إدرس لامان فرنجي يجيب الـ 65 صد وكانت هذه رسالة لنقول كانت رسالة ما عملنيها ما عملتو لأنه ما وصل وكانت رسالة لنقول إشارة إلى أنه أنتوا كمان أنه بدكم نتعطلوا العملية الديمقراطية إذا حصلت خليوني عقبونا إذا عطلنا حطوا علينا عقوبات ما عندي مشكلة إذا وصلنا إلى شو عم نتحك على بعض لا نحن قلنا اليوم بممارسات اللي عم بتصير لنسف الدستور ممارسات اللي عم بتصير لنسف الدستور ما فيها تضلّف الثاني بهالطريقة هذه لأنه الفريق الآخر فيه عملها إذا حتاج لألة لكن نحن ما عم نعملها عم نقول بنا ننزل على المجلس النيابي نفتح الجلسات المتتالية ما يجرب حدا يفرض مرشح على الآخر ونحن من ناحيتنا ما كنا عم نفرض المرشح يلي اعتبروا بمواجهة قلنا يخي ما فيه تراقي حوله أكتر منه خلينا نمشي فيه كمان ومشينا بمرشح آخر بس مش رح نضلنا إلى ما لا نهاية كل شوية نطلع باسم مرشح ونقدمه ونقوله لا يا مرشح نايا مع حدا تاني شو رح تعملها رح نضل مصرين لأن يفتح المجلس النيابي وتحصل الانتخابات بطريقة دستورية لأنه كل مرة منروح فيها إلى عمل خارج الدستور منكون عم نخزق ورقة من هالدستور اخر شي ما بعود فيه دستور بيصير فيه بلد فوضى دولة مارقة روغ ستايت يعني في التاني ما فيه إلى أطر تتشتغل على أساسها شعب عايش على قطعة أرض مش معروف مين بيفوت عليه ومين بيظهر منه ومين بتاجر فيه ويحصل انهيار تام بينهي الكيان اللبناني وهذا أخطر شي ممكن يصير إذا كملنا بهالمسار تجرب هذا المسار ما بدي أقول بس على 30 سنة من قبل بس 30 سنة الإخرانيات العشرين سنة الإخرانيات وتحديدا العشر سنين الإخرانيات كان هذه تجربة واضحة أنه فيه مسار ممنهج لتفكيك هذا الكيان لازم نوقف نحط خطعها لحد هون لأنه أي خطوات أخيرة شو بعد فيه نخسر هلأ منحكي كيف شو مقاربتكم لوقف هذا المسار لأنه كمان كان فيه كلام للبطيارك الراعي من يومين ثلاثة بلقاء الهوية والسياد كمان حكي عن عدة نقاط غير قصة الدعوة إلى المؤتمر الدولي اللي حتى الساعة هي ما عندها إذا بدك الجدية المطلوبة هلأ منحكي فيها بس أنتوا متماسكين بجهاد أزعور ما في سبب تاني اليوم تما نكون متماسكين نرجع بذكر جهاد أزعور مش مرشح الكوات اللبنانية ولا مرشح فئات أو جهات من اللي تقاطوا على اسمه لكن اتضح للجميع أنه هذا اسم ممكن أن يستقطب قبول قبول إيجابي يعني من عدة أطراف سياسيين مختلفين على كتير ملفات ولكن يلتقون حول هذا الاسم ومذكر أيضا أنه مش بس جهاد أزعور في أسماء أخرى انطرحت ومش معنات أنه نحن ندعمينا يعني نحن ما رح نصوت له ولكن في 77 صوت المجلس النيابي كانوا ضد المرشح الآخر مرشح الثنائي يعني مش معناتها أنه فقط طرح جهاد أزعور مقابل سيمان فرنجية لا في 77 نائب قالوا بمثلوا الشعب اللبناني قالوا أنه ما بدون سيمان فرنجية طب شو تعليقكم على الكلام عن أنه اليوم الوزير باسيل يقترح بما أنه الوزير جهاد أزعور في كلام عن إذا بدك سقوط يعني اسمه هلأ بغض النظر عن أعلى أنكم تمسك فيه أنه في اسم آخر اليوم عم يجري العمل عليه ليكون تقاطع بين القوى المعارضة وبينكم وربما مع الفريق الآخر والذي هو اسم صار معروف لا لا ما فيه تقاطع ما فيه نقاش ما فيه أي حركة بهذا الاتجاه وصلنا نحن للمرحلة النهائية من هون بالرايح صار غير حديث لأنه نحن مش بيخضط كل شوي نقدم اسم هذا يحبه وهذا ما يحبه إذا ما فيه جلسات مفتوحة لمجلس النواب ليصير فعلا انتخابات فعلية أي اسم بينطرح راح يكون فيه ناس والله بتعرف هيدا شعره قصير هيدا شعره طويل هيدا عنده شعر هيدا ما عنده شعر بيصير كل شوي حدا يلاقي شغله تيتهرب ويروح لمطرح تاني لما توصل إلى الدورة التانية ويصير فيه جدية يا هيدا يا هيدا يا هيدا بدون يطلعوا ساعتها بتصير تتجمع الأصوات بشكل واضح لأنه اليوم فيه كتير بيقولك أنا ما عندي خسارة بسير الفريق الفلاني بصوت معه نعم لتصير جلسة لأنه لو طلع فيه دورة تانية بالجلسة الأخيرة كان حكما جهاد أزعور ربح لأنه كان فيه فرقاء جهزين يصوتوله ومن ضمن اللي صوتوا لسليمان الفرنجية لمرة واحدة كانوا جهزين يصوتوا لجهاد أزعور بالدورة التانية مين ما رح قللك بس بيعرفوا حالهم هني كمان هني بيقولوا ما سيشي على فكرة هني كمان بيقولوا مثل ما فيجعوكم بالوحدة الخمسين صوت بفجعوكم بأكتر ونحنا كنا فيجعناهم فوق السبعين كمان يلا يفتحوا الدورة التانية خمسة وسبعين صوت عندكم سأة أنا عند السأة لو فتحوا دورة تانية كنا طلعنا فوق الخمسة وسبعين صوت خلي يسبتوا العكس كل واحد بيحكي الكرام في ناس أعلنوا وصرحوا ومعروفين من اللي كانوا رح يصوتوا لجهاد أزعور بالدورة التانية وكلهم نسلفوا شوية أصوات من هون وشوية أصوات من هون لأنه نضغط عليهم من هون ومن هون لا مش هيك الانتخابات بتصير الانتخابات إن عملت بالطريقة الدستورية المشرع عارف مثل أي مؤسسة لما ما يكون فيها إجمع من أول أو أكترية من أول دورة فيه آليات لدورات أخرى ليوصلوا لنتيجة مش تا ما يوصلوا لنتيجة نوضع النص للوصول لنتيجة تحت الضغط الحقيقة تحت ضغط الحقيقة والنتيجة الناس بتقرر ومين ما بدوا يطلع ساعتها يطلع إن كان هون وإن كان هون واضح وحلو وحلو الحياة الديمقراطية بس ولا مرة بتصير بلبنان فإذا نوقف هون ونعملوا نظام ملكي ساعتها ليه ملكي؟ هي ديمقراطية توافقية وتعرفي أستاذ غسان أنه كل انتخاب رأي الجمهورية يصير فيه توافق ميشيل سليمان توافق أنا عليه بالدوحة ميشيل عون ما انتخب رئيس إلا ما صار فيه عليه توافق شبه وطن وين صار البلد انتهى بإفلاس وتسعين مليار دولار من وداع الناس طاريت وديفولت للخمسة وثلاثين مليار دولار بس بسبب السياسات المالية لا مش بسبب السياسات المالية سياسات المالية صارت هايك لأنه كان فيه تسويات متتالية ما كانت تنتهي وكل مرة تدوير زوايا لما بقى فيه زوايا تتدور لاختفت الخشب اللي عم يدوروا للزوايا طب قولوا وراحت هذا النوع من المقاربات ما بقى فيه مجال لبناني وبتعتقد أنه إذا جرأ انتخاب رأي الجمهورية بعملية ديمقراطية مثل ما حدرتك عم بتقول فيه مستقبل يعني بيمشي العهد لأنه فيه كلام اليوم أنه إذا رحت انتخبت رئيس بخمسة وستين صوت والمقابل بالمقابل بيصير فيه تعطيل حكومة بيصير فيه تعطيل بكل القرارات الأخرى يعني نمشي بمسار تعطيلي طيب انتخبنا رئيس بالتفاهم وانتخبنا هلأ زكرتلي انتخبنا كتير رؤساء بالتفاهم ضل مسار تعطيلي كم يوم اشتغلت الحكومات من عهد الرئيس سليمان لليوم نص الوقت طبع الحكومات كان تعطيلي كمان ما دخل هادي بهادي لا إذا ظلينا على طول نرقع رح يضل الترقيع يوصل لخربان أكتر بنوصل النظف بمطرح من المطاري حتى نضيف بيبدأ بالديمقراطية الديمقراطية بتوصل لقضاء مستقل القضاء المستقل بينسف الفساد نسف الفساد بيوصل للإصلاح الحقيقي طالما بعدنا عم نقول ولا بتعرفوا هالوضع هيك تنمرقة ونتأقلم مع الوضع كل مرة أكتر عم بيصير فينا مثل الضفضع اللي حطوا بالماء المسقعة ما نطمنها لأنها مسقعة الماء السخنة كان هرب صاروا يسخنوها شوي شوي ما حسر يدفع تأخر شيء نسلقه وقاعد بالماء بدون ما يحس تأقلم مع حرارة الماء ومات هذا اللي عم بيصير فينا نحنا باللبنان وكل خطوة منيخذها أكتر رح يصير فينا مثل هذا الضفضع هلأ واحدة من الأشياء يلي عم ننسلق فيها هي حاكم مصرق ببنان رياض سلامة فالل بآخر تموز مفروض تنتهي وليته وفي كلام جدي عن عدم قبول النواب الأربعة بهذه المهمة وتهديدهم بالاستقالة هي قرأ البيانة الأخيرة الرئيس ميقاتي والرئيس بر يجتمعوا مبارح بلقاء بعيد عن الأعلام لحتى يناقشوا هذه المسألة في عدة خيارات أما حكومة تصريف أعمال تعيين حكم مصرف جديد يا أما التمديد لرياض سلامة يا أما أن يستلم النواب الأربعة بدأ أسمع رأي القوات اللبنانية لأنه اليوم في حرص من الرئيسين بري وميقاتي على الحصول على غطاء مسيحي لهذه الحكومة لتعيين حكم مصرف جديد يعني إذا بيحبوا يعني المجلس إدارة لبنان سنبين هو من رئيس بري ورئيس ميقاتي بيقعدوا بيقرروا شو بيحبوا وبيبعطوا الورقة حتى ينمض عليها أن كان من حكومة مبتورة أو بيفردوها على جلسة تشريعية غير شرعية بمجلس النواب للختم بس مش أكتر لأنه يكونوا أرروا مسبقاً هني شو بدون وبيطرحوا وهيك لازم تصير الأمور لا ما بتصير هيك تانياً فيه أنون وفيه دستور خلينا نكون ماشيين على أنون والدستور الأنون كتير واضح بهالموضوع ونص على حالة شهور موقع حاكمية مصرف ربنان أو حاكم مصرف ربنان تحديداً فيه آلية تتبع إذا نواب الحاكم خايفين يأخذوا المسئولية أول شغل نسألهم ليش حلفته يمين أو ليش اللي حلف يمين اللي هو نائب الحاكم حلف يمين وليش فتح الوظيفة أصلاً إذا مش ضاري بحساب احتمال أنه مثلاً لا سمح الله لو توفى حاكم مصرف ولمصار هالحالي أو لو هو استقال أو صار معه حالة مرضية لا سمح الله وراح قاعد قارج البلاد سنة مثلاً للعلاج شو كان صار؟ كان حاب كان نائب الحاكم قالوا لا لا دخلكم ما بدي هالمسئولية أنا مش عن جد جاي أعمل نائب حاكم أنا جاي بس منظر لأنه في قوة سياسية عينتنا هون كلنا إما نستفيد من هالموقع وجاهة أو بس نعرف شو عم بيعمل الحاكم نبلغهم قبل بوقت شو عم بيصير أو نزركم نصوت ضده إذا شي مرة كان في شي سياسي بنا نزركم فيه هاكي القانون بيقول لا القانون بيقول أنه في حال شغور هذا الموقع في نائب الحاكم بيستلم محله محلف وعليه أن يستلم وإذا لم يريد أن يستلم بيحمل مسئولية شخصية قانونية يتعاقب عليها بيتحاصب عليها هاكي بيقول أنه نرأده تسليم طبعا مسئوليته القانونية أنه يستلم حتى لو استقال حتى لو استقال إذا قال لك أنه أنا ما عندي قدر أن أستلم ما بيقدر حتى لو استقال مفروض فيه كف تصريف أعمال إلى حين تعيين بديل ما فيه يستقيل ويقول أنا ما بدي وما خصني وما بيحمل مسئولية وبالتالي أنتم مع أن يتسلم واسم منصورة تصريف الأعمال نحن مع تطبيق الأنون مع تطبيق الأنون لأنه تألك ليه ما فيه مش رأي هذا مش موضوع رأي أنه لا تعرف هذا قانون النقد والتسجيل بعدين اللي بيقوله الضرورات تبيح المحظورات لا صار كله محظورات هيك يعني آخرتها لأنه كل شي ضروري بالحياة طب يعني أنتم هلأ حكومة تصريف الأعمال يلي عم تسعى إلى ما فيها تعين بس هي عم تسعى لغطاء مسيحي لا أول شي حكومة تصريف الأعمال ما فيها تعين ليش بدنا نغطيها بشي غير قانوني وغير دستوري لا ما فيها نغطيها غطاء الوحيد المسيحي واللبناني اللي بيقدر يعطيه لأي حكومة لتعينه وتبلش تشتغل مظبوط هو انتخاب رئيس جمهورية كل ما عملنا شغل هيك براني بدون ما يكون فيه انتخاب رئيس جمهوري اللي هو حطه أولوية قصوى الدستور ما فيه شي يعلو عن هذه الأولوية يعني نكون عم نكب الدستور بره في حال تم تعين شو بتعمله نطعن نطعنه طيب شو رأيك بالكلام عن أنه رئيسين بري ومئاتي عم بدون ياخدوا غطاء أو فيه سعي على الأقل من بكركي ما بعرف يعني شو الغطاء اللي بيحبوا ياخدوا أنه منصليلهم قد يسل أحد ولا ببكركي ولا نعطيهم أنه غطى مسيحي لأنه هذه الحكومة وإذا عنده غطى مسيحي شو بتكون فاد البلد إذا عنده غطى مسيحي حتى فرضا أجل أحدا قال له أنت مبارك تفضلوا يا شباب مسيحيا فيكن تعملوا لبتكون شو بيكون وصلوا يعني بيكون خرب البلد أصلا يعني شو بيكون وصلنا لنتيجة لا مش قصة غطى يا عمي بنانو على شغل بكركي حريصة جدا على تطبيق الدستور وعلى الحفاظ على الكيان مش على الترقيع نعم وكلنا حريصين على ذلك يعني في كتير محاولات للإيحاء مثل الإيحاء أنه فرنسا دعم هيك وفرنسا بقت تعمل هيك في إيحاء أنه والله المسيحيين رح يغطوا هيك أو ممكن يغطوا هيك ما في قصة غطى مش معناتها يعني صارت مزبوطة نعم ما في غطى أكيد وما حدا مستعد يغطى ممارسة خاطئة وكل واحد لازم يحمل مسئولياته مش لما يجي وقت تحمل المسئولية والقرارات الصعبة والدقيقة يتخبوا هني ويقولوا لا نحن ما خصنا نواب الحاكم بيهردوا بالاستقال ليصير في ضغط لتعيين من خارج الأطر الأنونية والدستورية أو التمديد لرياض سلامي ونفس الخبرية مثل بعضها المشكلة زيتها ما نكون حلاينا شي وهل نحن نختصر عمل المجلس كاملة بحاكمية مصر في لبنان بشخص رئيسه فقط ما فيه آلية عمل كمان وقال لشو عاملينه طيب بدأت أقف من بعض الفصل اللي علينا بدنا نكفي بهذا النقاش ربطا بالتأرير الجنائي يلي صدر ويلي مستودة مش مستودة بعده ما نشير ولكن هو بيحدد حسابات مصر في لبنان كيف انصرفت وأيضا إصلاحات صندوق النقد وتقرير صندوق النقد ووصولا إلى كلام كركة عن دولة مدنية لمركزية وشوي بموضوع الأشرفية كم نحكي فصل أصيره ونرجع عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة معضيفة أنا أبغى سانا حصباني بدأت أرجع رحب فيك ربطا بشي اللي كنا عم نحكيه عن حاكم مصر في لبنان اليوم فيه تقرير تدقيق جنائي عن حسابات مصر في لبنان لافت بالمعلومات التي صدرت عن هذا التسريبات يعني لأنه حتى الساعة ما شفنا ما هيك أنه هذا التقرير يفضح إذا بدك ما يعتبر أنه تمريئة بأنه القول بأنه كل الخسارة هي على الدولة اللبنانية بأنه كل الفجوة منهم بسموها خسارة منهم بسموها فجوة منهم بسموها هذه الفجوة المالية الكبيرة اللي موجودة بالحسابات هي لأنه الدولة اللبنانية هي اللي استدانت من المصرف المركزي بالمقابل هذا التقرير لا يفند الخسارة بين فواتير للكهربا فواتير للمصارف وللهندسات والفواتير الأخرى بدي أسمع رأيك صحيح 100% هي أولا ما حدا بيعرف شو فيه هذا التقرير صح تقرير جنائي يفسر كيف موزع الخسارة ومن وين أتت وكيف تسجلت جزء منها مسجل على الدولة اللبنانية بأي طريقة ما في الدولة كانت تصرف بالدولار مين كان الصراف للدولة مصرف لبنان هو كان يعطيها الدولار على 2005 وتصرف كيف كان هذا الدولار على 2005 عم تصرفه عم بيندعم هالسعر من أموال المودعين والمحطوطين بمصرف لبنانية من المصارف في جزء آخر بالهندسات المالية مثل ما ذكرت صحيح له علاقة بالمصارف مش بالدولة اللبنانية وجزء الأساسي هو له علاقة تقرير تقرير مفهوض يفرجي كمان كيف تسجل بعض المصرفات لمصرف لبنان وكيف تم الصرف بأي آليات على هالأساس وهذا اللي كنا عم نطالب فيه نحنا من 2017 تقريبا أنه ينحط جرد كامل كيف انصرف المصريات وكيف عم تنصرف وكيف عم يتسجل كلفة دعم سعر الصرف وفي جزء منه ففي كتير خسائر مترتبين كان على الدولة اللبنانية من خلال استدانة الدولة وتصرف بالدولار لتمويل الدولة بالدولار بمكان معين تاني واحدة العلاقة بالهندسات المالية وأيضا بسعر الدعم بشكل عام اللي استفاد منه تقريبا كل اللبنانيين لأنه كانت أسعار بضائع مستورة مدعومة اللي اشتروا سيارات اللي أخذوا قبود مدعومة وغيره وغيره حتى الدول اللي انشارها بسعر مدعوم على الدولار لسنوات عديدة بكل المجرات في هالمسئولية موزعة بس هي تدقيق مش بس لتوزيع المسئوليات تدقيق طي وضح كيف القطر والقليات اللي انصرفت فيها وكيف توزعت هالأموال طبعا في جزء للدولة البنية بس مش هيدا السبب يلي مخبه التقرير ومسكر هيدا التقرير ولو كان أولي يعني منه التقرير النهائي والكامل لا يخضع للسرية بالنسبة لللبنانيين والدولة اللبنانية ومجلس نواب اللبناني اللي عم بيحكوا عن السرية هي سرية العلاقة بالشركة اللي عم بتقدم التقرير انه هي ما عندها مسئولية شخصية على محتوى التقرير ولا عندها واجب تعطيها التقرير لأي جهة أخرى غير الدولة اللبنية ووزارة المال وتحديدا ووزارة المال لا تخضع لهذه السرية ووزارة المال تخضع وعليها أن تنشر وعليها أن تنشر أو تتجاوب مع طلب نشره من قبل مجلس الول لأنه ولو كان أولي يشير إلى ما يشير بيرأيك ليش عم يتخبق طبعا لأنه فيه أبواب كبرى ستفتح لأنه بيعطي أول مرحلة من التدقيق اللي بيعطيك الخطوط العريضة بده يبين فيه تساؤلات حول أرقام معينة هاي بتفتح بواب تاني لتدقيق إضافة بجهات حكومية أخرى قد تتسبب بإشكاليات تفضح سياسات مالية وتفضح القرار وراء السياسات المالية اللي انطرحت عبر مصرف لبنان ولا تعود محصورة فقط بمصرف لبنان بل بالمالية أيضا طيب فيه كلام عن أنه كمان هذا مخبط تقرير لأنه هو سيفضح أنه مشكلة الدين راح للكهرباء أنه مشكلة الدين راح للدولة لأنه اليوم فيه محاولة بالإيحاء بأنه كل هذه الخسائر اللي هي موجودة هي الدولة مسؤولة عنها بالاستدانة على مرء السنوات اليوم هذا التقرير اجعل يقول لا مش بس استدانة الدولة هي اللي حققت هذه الخسائر إلى أي مدى هذا الكلام نعم هلأ قبل شوائد تلك كمان العكس نانسوا صحيحين هي كلمة بالنتيجة التقرير بيفرج أنه فيه الدولة فيه الأندسات المالية فيه شركات خاصة أخذت مصاري كمان شركات خاصة آخرت أموال هذا اللي أنا عم جارب بقوله أنه اليوم مش الدولة بس يعني مش الدولة لا ما نعم بقول الدولة بس بس الدولة عندها جزء كتير كبير اللي هي أول شي بقرار السياسة المالية هذا طالع من الدولة تكون واضحين تانيا مش بس أنه حاكم مصرف بقرر بالسياسة المالية كلا لو ما فيه عنده غطاء من وزارة المال كان لسنوات عديدة ما كان أخذها تاني شغلة فيه الاستدانة اللي أخذتها الدولة ومثل ما قلت لك سعر الصرف اللي دعم الدولة بفرق السعر الصرف فيه كمان المصارف كذا السبب تغطيطه لا مش هيك سبب تغطيطه متل ما عم بقلي كل اللي خائفين من أن يفضحوا بهذا التدقيق عندهم مصلحة يخبوا طيب عندي سؤال تقني بموضوع الدين طبعا الدولة هو الدولة بدون إيها تردوا بالدولار ولا باللبنان لأنه هي كانت تاخذ دولة بتردوا باللبنان ببيناتس ما قلق إيها وبالتالي هاي تسجلت خسارة لكن اليوم مصرف لبنان صرف لدولار للدولة هالفرق هذا مسؤولية مين طيب الصندوق النقد اليوم عنده الإصلاحات وتقريره واضح اليوم موضوع رئاسة الجمهورية هل هو مرتبط بما يقوله صندوق النقد يعني اليوم في كلمة عن أنه التأخير بمسألة انتخاب رئيس هو ليس متعلق فقط بالسياسة بل هو أيضا متعلق بالاستمرار بالسياسات المالية الحالية لتذويب الودائع ولتصفير المشاكل المالية إذا بدك لأنه معروف أنه أي عهد مقبل سيبدأ سيبدأ بإصلاحات اقتصادية جدية تنال من كل القطاعات اللي كانت مشاركة بالسياسات المالية السابقة هذا بيحلموا بنومون لأنه بعتقد إذا ما اتخبنا رئيس الجمهورية الصحيح وحطينا الحكومة الصحيحة اللي قادرة فعلا تعمل هالإصلاحات لا رح يسفروا اللي موجود يطيروا وداية عن الناس يشيلوا مسؤولية الدولة كليا أنه هذه الدولة ما خاصة بترد مثل ما قلتي هلأ مثل ما بيقولوا بعض المحلين بتدد شوية ديون بالليرة اللبنانية وهي ده واجبات الدولة لا عندها واجب بالسياسة العامة طبعية اللي أخذتها لتلزم مصرف لبنان بأنه يصرفها على ألف وخمسة لتاخد مصاري بكلفة أقل بعدين يصرفها ينهون تشتري فيهم فيول للكهرباء وتشتري فيهم تدفع فيهم التزامات الخارجية وغيرها وغيرها بالدولار الحي لا عندها مسئولية مباشرة الدولة اللبنانية كمان على هالموضوع إضافة للمسئولية المباشرة للقطاع المصرفي اللي بيحاجي لهو يرجع يضخ سيولي أم ملاك المصاري في ضخه سيولي ومسئولية اللي يستفادوا من الهندسات المالية كمان يرجعوا قيمة هذه الهندسات وغيرها وغيرها كل هذه المسئولية واضحة عليهم أي عهد جديد بده يجي إذا مش مركب سياسيا بطريقة فعلا مستقلة بدون أن تكون جاية لتكمل العهد القديم شو بيصير بيمحوا كل شيء سابق وبيبلشوا بالنهج ذاته من أول وجديد وهلأ عم نشوفها كمان ببلش نشوفها بالدولار الفراش بازدواجية الدولار الفراش والدولار القديم بقالها كل شيء قديم بيكبوه على جنب والجديد ببلشوا فيه من أول وجديد بنفس السياسات ما تتغير بس بدل ما يكونوا بسبتين سعر الصرف على الألف وخمسة بسبتوه على المئة ألف أو شيء هايك مثل ما صار بالتسعينات يعني وبيرجعوا 30 سنة جديدة بتراكم مشاكل ترجع تنفجر بوجنا بالألفين وخمسين ألفين وستين لا ما هيك بيصير الشغل مش نهيك عم نقول ما نحط خط أحمر هلا ما ننسى الماضي لا بيتعود على المدعين المستحقين هذا البداية لك هلأ اليوم منهم من يعتبروا هذه أكذوبة لما نسمع الطبقة السياسية بتقول أن الودائع المقدسة مش كتير من صدقة لأنه في من وراها كسبة كبيرة أن هذه الودائع المقدسة هي مع الوقت عم بتروح للمدعين الصغار يعني اللي معه مئة ألف عم بيروح هذه الودائعة راحة عم بيداوبوها لما يحكوا عن الودائع المقدسة بيكونوا عم يحكوا عن أصحاب الودائع الكبيرة اللي هن في تداخل بينهم وبين القوى السياسية اللي هن بدون يحافظوا على ودائعهم بشكل أو بآخر ولو كان على حساب الدولة اللبنانية مش صحيح إذن عملت بالطريقة الصحيحة مش صحيح اللي بتعرفين احنا بلبنان قدنا فينا نخلق هيك أجواء مثلي مش مظبوط أنه في محاولة من الطبقة السياسية المحافظة على أصحاب الودائع الكبيرة اللي هن سياسيين جزء منهم المتداخل مش مظبوط مش مظبوط لأنه أكيد هاودي مش محاولة هاودي أكيد هربوا مصرياتهم ونخلصوا مش عايزين يحافظوا على شيء اللي ما هرب مصرياتهم أكد للضرب بيكون بس هادي مش مشكلته مشكلة القانون ومشكلة المقاربة مشان هيك عم نقول بنا نضع قانون مناسب صرت كل مرة عم بجاوبت الجواب عم بيقلك الودائع المحقة شو يعني الودائع المحقة أول شيء صغار المديعين هيدا القانون بيحددها بس هون خلصوا لا ما خلصوا أبدا أبدا ما خلصوا بعد فيه عشرين مليار بحسب الأرقام الأخيرة اللي حطتها الدولة عم نفطرت تقريبا عشرين مليار هاودي على المئة ألف حسابات بمئة ألف هاو عشرين مليار ممكن يتأمنوا هاو العشرين مليار مش مستحيل تأمينهم إذا لنا الدولة شاركت بالدفع على سنوات عديدة متعددة إذا كان القطاع المصري في رجع كمان هو ضخ صيولي وزاد رأس ماله وفيه آليات أخرى لهذا العمل على كم سنة بيقدروا يردون تدريجيا أو يرجع يأمنون لهم سيولي لأنه بالأنون مراحوا بيرجع بأمنون لهم السيولي اللي يدفعون لهم تدريجيا تاني مرحلة الودائع اللي فوق هالإيمي هاي كمان مش مين مكان بيجي والله لأنه صار فيه متاحة الأمور بيجي بدوا يجع يخذون لا أولا في معايير ممكن تنوضع بالأنون عندك مؤسسات 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 المنتجة شيء والحسابات والحسابات اللي كانت عم تستفيد من الفوائد الكبيرة اللي عم يستفيد من الفوائد الكبيرة فيك تحطيها على جنب الحسابات اللي ما فيها تبرر مصادر أموالها كمان فيك تحطيها على جنب وهي دول اللي عم تخافي منهم أنت هاو فيك تحطيهم على جنب لذلك أنا عم أقول أكيد السياسة الفاسد والمستفيد الفاسد على عشرين سنة الماضية رح يجرب يحصي الوضع لكن نحن اللي بدنا نحاربه ونحن المسؤولين عن الإصلاح الفعلي بدوا يحاربه هتقدر يتعامل هيك ما فيك تجيبي سياسي فاسي تعمير رئيس جمهورية يحمي هول ويخلي القانون يرجع يحميله المصالحهم مثل ما أنت تتخوفي ومثل ما قلتيلي في تخوف ما فيك تجيبي حكومة من فاسدين يرجعوا يجربوا يحمولوا المصالحهم أيضا بها الطريقة ويقولوا نحن عم نحمي مصالح المدعين من وين بدك تأمن سيولة؟ بدأ يخلص هذا الموضوع لحقا أول شيء إدارة أفضل لأصول الدولة يعني كمان إدارة أفضل لأصول الدولة يعني كمان بدأ حكم رشيد وبدأ ناس مشفاسين بس هانك كمان عندها إشكالية أنه أنا كيف بدأ رد الودائع يلي خسرنيهم بسبب سياسات معينة من أصول الدولة اللي هي مفترضة تكون للدولة ترجع ترد إذا بدك أموال للدولة اللي سارئة أموال الناس بدأ ترد لحالة بدأ ترد للناس كمان لا هذه الإدارة أصول الدولة قادرة تغذي خزينة الدولة لتدفع مستحقاتها وتساهم مستحقاتها ما تنسي بعد في عندك درائب وفي كتير مدخيل تاني للدولة بس الإدارة السليمة للأصول التجارية للدولة بتحسن مدخيل الدولة أولا وجزء من هالمدخيل بتحسن إدارة الدولة أن ترجع حط سيولة بمصرف لبنان لا يكون يقدر يأمن هالسيولة لأعطاء أموال الناس بالدولار إلى حد ما مدروس تانيا في عندك زيادة رأس مال المصارف لما تحط النظام واضح إصلاحي وإعادة هيكل المصارف بسيفي عندهم إدارة كمان يالمستثمرين الجدد يالقائمين يزيدوا رأس مال المصارف ليرجعوا يعودوا عن مسؤولية المصارف بموضوع الودائع للمدعين بالمستحقين الفعليين إضافة إلى إعادة هيكلة الدين للدولة اللبنانية وإعادة النظر بتركيبة القطاع المصرفي في كتير وسائل خلال ثلاث سنوات لسبع سنوات قطاع المصرفي قادر إذا في إطار واضح وعادل للجميع تحت سقف القانون ومشاركة من كل الجهات المسؤولة عن الانهيار الذي حصل طبعا في ثقة تعود إلى القطاع المصرفي بيتنظف القطاع المصرفي وتعاد هيكلته بس أني قبل أنين يفوت مستثمرين جدد على هذا القطاع أكيد أكيد هذا شي طبيعي بيصير بعد كل الانهيار وهذه عملية أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين يلي بيشتغلوا بطريقة أمرتبة بيعرفوها وبيشتغلوها بطريقة أمرتبة هلأ إذا صار في خروقات للقانون طبعا في محاسبة لكل واحد حسب الخرق اللي عمله طيب بدي أنتقل لموضوع تاني قبل ما يخلص وقتنا بكركي كانت البطير حكي كلمة ملفتة جدا حذر فيها طبعا من فهم يعني من كلامه أنه النظام اليوم بخطر دائما كركي تمسك بالدستور وبالطائف الدولة مدنية لمركزية هذه العبارة قال البطيرك الرعي بكلامه دعيا إلى مؤتمر دولي لأنه عجزنا عن انتخاب رئي جمهورية اليوم دولة مدنية لمركزية وتطبيق اتفاق الطائف اللمركزية صارت يعني عم تم تدول هذا القانون بكثير من الأماكن والكواليس السياسية على اعتباره سيكون ملف مطروح بالعهد الجديد وملف مطروح بجدية كمان التيار الوطني الحر سبق وطرح هذه الفكرة طوالا قانون لمركزية الإدارية والمالية المواسعة بدأ أسمع رأيك بهذا الموضوع وانتو شو موقفكم لأنه كمان بالمقابل عم نسمع طروحات بالفيدرالية أيضا وعم نشوفها في كتير طروحات طرح الأساسي هو أي نظام بدأ يطبق بدأ ينطلق اليوم من الدستور اليوم من الدستور واضح بالنسبة لهذا الموضوع هذا ووثيقة الوفيق الوطني واضحة بالنسبة لهذا الموضوع وهذه الوثيقة كان في عندها رعاية وضمنات دولية أيضا بدناها الدول اللي ضمنتها لهذه الوثيقة أن تلتزم بهذه الضمنات وتساعد اللبنانيين على تطبيقها هي أول قطوة وإذا صار فيه أي مؤتمر أو نقاش هو حول تطبيق هذه الضمنات اللي نوعد فيها بالتسعين تاني نقطة التروحات كتير لكن أهم شيء بهذه التروحات شو اللي ممكن يتطبق على أرض الواقع يكون عملي للبنانيين ولا يتم نسفه مثل أي شيء آخر بالسابق بفرض الأمر الواقع أمر الواقع يبدو فيه يكون موازين قوى واضحة تفرض أمر واقع يا أما بدو يكون فيه ضمنات دولية تفرض تطبيق تروحات معينة ما تتركها مثل الدستور اللبناني إضافة إلى البدء بعمل إداري اللي هو عم نحكي فيه إله علاقة باللا مركزية يلي بتنص عليه وثيقة الوفاق الوطني وفي كتير إشياء بالدستور يجب أن تطبيق كمانا بالتوازل لأنه ما فيك تطبيق شعفه وما تطبيق شعفه تطبيق كامل لأنه نعمل بطريقة متكاملة لذلك ما فينا نحكم على نموذج جديد إلا ما نكون طبقنا النموذج القائم وبعدين نشوف إذا فيه تعديلات معينة لتحسينه تنعمل لكن أي تعديل اليوم ممكن يصير هذا ما فيه سير بها السهولة وما أنه كتير سهل بتعتاد أنه لمركزية الإدارية اللي منصوصة عليها بالطائف أنه خطوة إيجابية أولية سهل تطبق ما فيه شي سهل يطبق لشو مجلس الشيوخ سهل يطبق منصوص عليها كمانا هل يعتبر المسيحيين أو الانتخابات خارج القيد الطائفة كمان منصوص عليها يتفضلوا يلا طبقها بس مش شغلي ولا الحالة وما نطبق الباقي تماما هذا اللي كنت بدأت سألك أنه اليوم هل يعتبر المسيحيون أنه ضمانة يعني هم يحتاجون إلى ضمانة لتطبيق إصلاحات الطائف أكان بمجلس نويب خارج القيد الطائفة أو إنشاء مجلس الشيوخ إلا عبر تطبيق اللامركزية الإدارية لا هذا جزء مننا مش هو مش الحال الوحيد المركزية الإدارية هو جزء من منظومة الحلول اللي انطرحت بالتسعينات وهل يقبل بس أنا عم تقوله نتطبق كلها بس معنا مسيحيون نحن ومخص مسيحيون مسلمون شو المسلم ما بيهموا يكون في عنده تحسين مثلا بمنطقة صيدة أو تحسين بمنطقة الهرمل علبك الهرمل مثلا حتى ما نتخبى وراء أصبع سوري بعلبك الهرمل مش معنية بالمركزية الإدارية طلعي نشوف كم شخص بلعبك الهرمل عم يموتوا من الجوع مش قادرين يشتغل ويعملوا من الساشفة حتى ما نتخبى بأصبعها بهذا النقاش هذا النقاش له بعطائفي ليه له بعطائفي مش لأنه أنا أرد بالعكس أنا بأعتقد هذا النقاش عابر للطواقف وبأعتقد هذا النقاش مطلب لأهل الهرمل وبعلبك ومطلب لأهل النبطية قد ما هو مطلب لأهل بيروت وقد ما هو مطلب لأهل كسروين رحل لك ليه لأنه نادر أن تحكي عنه لا مركزية إدارية إلا علاقة بالخدمات الإدارية تبع الناس بما نطقهم مصبوط ما حدا بده يكون عنده خدمات إدارية أفضل بلا بس رح قالك ليش له بعطائفي لأنه اليوم هذا الطرح ينطلق من فكرة أنه المسيحيين بيعتبروا حالهم هن بيدفعوا ضرائب أكتر نسبيا أكتر من ما تدفعوا الطواقف الأخرى وبالتالي هم يعتقدون أناعم بنقول بس لمركزية إدارية لا يمكن إقرارة إلا ما فيها شقمالة هيك بالآنون يعني ما في لا مركزية إدارية بل ما يكون فيها شقمالة هذا هو النقاش اليوم لمركزية المالية حتى ما بتحرر المالية كليا للمناطق لا في جزء منها كمان بيبقى للدولة المركزية والدولة المركزية بتعيد توزيع الدعم والمساهمات إلى حسب المناطق اللي بتحتاج أكثر مثل ما هي الوضع قائم حاليا لكن كل اللي بتعملوا للمركزية تتيح للإدارة المحلية أن تكون فاعلة أكثر وأن تحاسب أكثر من قبل المواطنين اللي عايشين بإطارة ونطاقة بتصير المحاسبة قريبة وأوضح يعني اليوم اللي قاعد ببعلبك الهرمل بدي تحديدا عبعيد الكلمة أصدا نقول بعلبك الهرمل لأنه حتى ما يقوله بس نحكي عن عن تقسيم طائفة بعلبك الهرمل منطقة محرومة اليوم ما فيه كتير محاسبة لأنه بيعرفوا أن القرار بيصير ببيروت القرار مركزي المالي بيقدر يلوم بيروت من هلأ لمليون سنة للحكومة المركزية بس ما بيقدر يحاسب المسؤول عن القرار التنظيمي محليا بينما لما يكون المزاعرين بحاجة لمساعدة زراعية بحاجة لري بحاجة لتنظيم الزراعة والمبيدات وغيرها إذا كانت فيه إدارة لا مركزية مسؤولة وتحاسب لا مركزيا بيقدر يحاسبها بالمباشر مثل ما بيحاسب بلديته رح تتبنوا هذا القانون بعد ما مقلنا فيه قانون معين لتبني فيه الوزير زياد بارود عمل قانون بعهد الرئيس ميشيل سيمان بدوا تعديلات كتير هذا بدوا تعديلات وهو يعني بيقول هيك بس أنا أصدق يعني بدوا تعديلات بس رح تتبنوا فكرة ضرورة الذهاب لا ما عم يتناقش أكيد عم يتناقش بمجلس نيابي هذا بجدية يعني نحن عنا طروحات كتيرة لتعديلات معينة بالقانون وفي غد التراحات أولين أخرى كمان بتروحها عم تتناقش وفي عنا وجهة نظر كتير بهذا الموضوع بس مش هيدا هو الموضوع يلي بدوا يخلص لبنان بكبسة زر هذا جزء من هيدا واحد من حلول تطبيق الدستور اللبناني يلي نعمل بالتسعين يعني بعدنا هونيك نحن نعم بدي أحكي شفية لأنه خلص بقتنا بس دقيقتين بموضوع الأشرفية في كتير تساؤلات حول أنتوا وقفتوا مشروع وقفتوا مش بس القوات اللبنانية يعني نواب المنطقة وقفوا مشروع بالجميزة كان عم ينعمل تسهيلا لعمل السياحي شوف هذا يعني بيحط عليه كتير عنوين اللي كان عم بيصير هو تعريض أرصفة بمنطقة تقاطع أساسية على مدخل بيروت ومخارج بيروت الأشرفية تحديدا اللي هو بمنطقة ماربخاية الجميزة على نقطة طلاقي شارع جورو مع شارع باستور وشارع أرمينيا اللي هو بيسموه مارمخاية اللي هو تلات شوارع أساسيين على هون عجوة كان عم ينعمل فيهون ساحة وأرصف فيه عريضة طبعا تحت عنوان تعريض مساحات المشات وتخفيف السيارات الإشكالية اللي طلعت من الأهالي مش نحنا اللي طلعنا بالفكرة إجوا الأهالي اعترضوا وقدموا عرائض ونحنا جوابنا مع الأهالي وانتد هالتجاوب اللي انطلقت فيه أنا لنواب أخرين بالمنطقة وفعاليات كبرى بالمنطقة كمانا اليوم تتفاعل مع هالموضوع ليش؟ مش الهدف أنه رفض تطوير المنطقة بالعكس نحنا بدنا نطور المنطقة وبدنا نحسن للمشات أماكن ولكن ما في بداء إلا نقل المشترك يعني إذا شلنا سيارات معارض تقطع بالطريق وين بدنا يروحوا السيارات رح بيصير في زحمة سير أكتر بدل ما تخف تانيا ما في بداء إلا ركن السيارات إذا واحد بده يعبي خزان مية بالبنية لأننا نحنا بالبناء معنا مية مش بريز لبنان ما فيه بيصير بده يوقف بنص الطريق سيار ويعجوا السيار كله تقدمنا بطروحات بديلة وعن بتم النقاش مع المحافظ وبلدية بيروت ورئيس الالدية ومجلس الالدية مفروض يتكفى قريبا هن يوقفوه لأنه شايفوه فيه اعتراضات من الأهالي ولحين كان التزموا بالتعديلات أو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بيرجع بيمشي المشروع ما فيه مشكلة المشكلة مش بيإيقاف المشروع المشكلة بتحسين وضع المنطقة لما كلما تعرض رصيف يجب المطاعمة عبوه كراسي وصيروا المشات بنص الطريق وما يستعملوا الرصيف لأنه هلأ حفريات كثير ومش قادرين الناس لابس سيارات هذه الضغط يجربوا ويضغطوا فيه علينا نحن نقبل بالديزان الذي هن عاملين لو بقت الحفرية 100 سنين هنجها مسؤولة جابت مصاري بالتمويل على ظهر انفجار المرفق والمتضررين بالمرفق لتعمل فيهم رصيف يعني بدل ما تصرف هذه الأموال على إعادة الناس لبيوتها عم تصرف لأبناء أرصفة لتهرجير الناس من البيوتها في عنا جهة انجي او هي التزمت بهالموضوع وجابت هالمصريات وعم بتنفذها اللي هي المختبر المدن اربن لابس بسموهن يمكن هن عنده نية حسنة كان بالموضوع يعني ما عم بشكك بالنوية حدث سياسي ولكن نتيجته حدث سياسي من وقت ولكن كان هناك ناشطين سياسيين من ضمن اللي هلأ فاعلين بهذا المشروع طيب ما حكينا بموضوع اليوم الاداسي اللي صار بالدمان على روح الضحايا اللي صأتوا بالأرن السوداء سريعا 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 هده الملف هده الملف قديم وموضوع بقضاء حتى القضاء يبت بترسيم هذه الحدود المناطقية ويحافظ على حق الناس باستخدام المياه فوق تشعب من استخدام مياه الى اشكالات اكبر ويمكن يكبر اكتر من هيك اذا ما تطبق العمل القضائي مزبوط وكان في قوى امنية تؤازر هذا العمل وتنفذ وتحاسب وتعاقب الفاعلين اللي عم بيقوموا بعماليات امنية بسبب الموضوع الاقتصادي الحيوي اللي هو المياه يعني عم نرجع نشوف فيه فلتان بالدولة خليها نرجع نحتكم دايما دايما نرجع نحتكم لمؤسسات الدولة للقضاء للقوى الامنية يعملوا شغلون مزبوط وهذا كان فحوة كلام البطريارك بالديمان اليوم وانتو يعني عملتوا مس على احتواء الغضب اللي كان ببشره من البيانات المشتركة بين ناقب ستريداج عشاوة وليمتوا كثير مهم انه ما ننجر لمواجهات على هيك امور لانه هناك كمان من يريد ان يستفيد من وضع اللبنانيين بمواجهة مع بعضهم البعض ويستخدم هذه الاشكالات وهذه الامور الحياتية اليومية ليجعل منها قضايا تخريبية وشفنا قبل قطع الحبل بالتلسياج تبع الارز وغيره وغيره يلي عم جارب تستفز اهل المنطقة الى مواجهات يعني لبنان بغنى عنا بدأ اشكرك انا ابغى سنحاصباني على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقة اهلا وسهلا فيك خلص فقتنا شكرا مشاهدين على حسن المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة